بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم دلوقتي على حاجة مهمة في شوالنا ريموت ديسك توب على جسد اليوزر في الكتير من الهلب ديسك والعيتي ساب بورت بيحب يشتغلوا بالريموت ديسك توب ما بيحبوش يشتغلوا بأي طولز تانية بايد فولت انت الجهاز بقى ريموت ديسك توب عليه دي سيبر فانت بتحتاج تفتح ريموت ديسك توب على جسد اليوزر تمام انت لو حبيت تعمل على جهاز جهاز هتاخد منك وقت خصوصا لو جهازة كتيرة او بيد عن ايدك جروب بوليسي حلتلي المشكلة دي ان انا ممكن اطبقها عن طريق جروب بوليسي على جهاز الكمبيوتر اللي انا محتاجها بمنطقة البساطة هدي جهاز الكمبيوتر هو ويندوز تين عندي اسمه ويندوز تين بي سي ده اللي انا حشرح عليه لو دخلت على ريموت سيتنج بتاعته هنلاقي ان الديفولت بتاعها موجود ان هي ملوش بميشن ان اي يوزر يدخل عليه برموت ديسك توب تماما ما جيت هدخل على سيتنج هنداخل بيوزر عادي اللي هو اسمو تيست عشان اطبق قدامكم ادي ريموت ديسك توب هجمع عملها دون تقلقه يبقى كده اي حد هيحاول يدخل ريموتر على الجهاز ده هيقول له ايه ما ينفعش هدخل على الجهاز ثاني سيرفر مثلا عندي هعمل بنج على الجهاز بالنيم اهو شغال معايا تمام والبلاي الدنيا تمام ووصل له تعالي بقى كده ان نجرب ندخل عليه ريموت تماما ما افتح ريموتر بقية طريقة انت بتحبهها تماما اهو كتبت اسمه هيرود علي يقول لي ايه طبعا حيقول لي لا انت ايه ملكش بلميشن او الجهاز ده ملوش ايه بلميشن ان يفتح عليه الريموت انا ماشي معاكو خطو خطو هيشان او حد ايه لسه جديد في الموضوع طب انا ده وتي حابدأ اعمل ايه حابدأ اطبق الشغل بقى بتاعي هيبدأ اشتغل جروب بوليسي اول حاجة هفتح جروب بوليسي بتاعتي والكمبيوتر ده انا عارف انه محتوط جوا اول او يول اسمها ديس كتوب تمام هنبوش هنلاقي فيه اتنين جروب بوليسي ايهو كان موجودين من فيديوهات القديمة همسحهم وحابدأ اكارية جروب بوليسي الجديدة بتاعتي هقول له كارية جي بي او هسميها اسمي عبر عنها اللو ريموت مسلا تمام هدخل اعمل لا ايدت طبعا انا هتبقى الكمبيوتر مش على اليوزر فهنخش على الكمبيوتر ادمنسيتيف تمبلت عادية اكبر كده ومنها هنخش على ويندوز كومبوننت هنلاقي جواه حاجة ظهرة قدامي مباشرة انا هيا اسمها يا جماعة ريموت ديسكتوب سيرفيس اول ملاحظة عايز اقولها جماعة ان دي جواه مجموعة الاوبشن الكاملة الممكن تعملها على ريموت اعجاز اليوزر مش شرط تفتح ريموتها او تقفلها بس يعني مثل كده لو دخلنا هنلاقي حاجة اسمها ريموت سيشن انفيرومنت هنلاقي حاجة اسمها سيشن تايمليمت تمام كن بتعدل كل الاوبشن اللي هي علاقة برموت اعجاز اليوزر تمام فانت ممكن ان تعيش حياتك معاها وتضبط كل الكونفجشن انت عايزها وهنطبع على كل الكمبيوترات الموجودة في الاوب دي انا هنا داخل اشرح بس الموضوع بتاع زي افتح ريموت عليه فهندخل على ريموت ونشتغل عليها رجاء انا تاني اهو هنخش بقى على ايه على كونيكشن هل ايه حاجة اسمها ايه الاوي يوزر تكوننكت ريموت لي با يوزنج ريموت ديسكتوب من هنا لحقدر افتح ريموت ديسكتوب بالمين على الكمبيوتر ده بس احل اوكي كده انا خلاص انا خلاص انا خلاص بتاعتي على السيرفر دايما انا بفدل بعد ما بعدل جروب بوليسي بعمل لها انفورسي ده اعمل جي بي ابديت على فورسي طب انا كده انا كده نزلت جروب بوليسي مستنقل هتتطبق امتا هتتطبق في حالتين يما الجهاز بتاع اليوزر يعمل ريستارت يما انا لو قاعد عليه هعمل جي بي ابديت على فورسي فعلا انا هعمله دلوقتي بعد ما خلاصت الشغل على السيرفر هخوش على الجهاز اليوزر اهو تعاني هخوش عامل جي بي ابديت على فورسي طب احنا عملنا فينا جماعة عملنا في الكمبيوتر اهي ابديتينج بوليسي هتلاحظوا هتتفاجوا انه مش محتاجها لريستارت اليوزر ان الجي بي ابديت خلاص حدث لك المشكلة للك المشكلة احنا عمناها دي مش من اللي هي بتحتاج ريستارت او لجو اوف من جهاز اليوزر مجرد جي بي ابديت نكفزها ارجع تانية بقى للسيرفر بتاعي وافتح ريموت عليه بقى افتح ريموت على الجهاز اليوزر هكتب اسم الكمبيوتر هقصد دخل اهو بدأ يسألني على اليوزر نيمو الباسورد اقل في يوزر شغال هناك سأقول له ايوه انا عارف رو روحنا على الجهاز اليوزر برضو هنلاقي ان تلع له رسالة ان فيه حد داخل ايه هيدخل ريموتر على الجهاز عندك وده ليه انا مجردش اي اوبش انا جماعة انا مجرد فتحت اقل له ريموت بس اهو دي جهاز اليوزر اهو الهندستين اهو دي ريموتر اتفتح على جهاز اليوزر اهو دخلت اشتغل شكرا شكرا